أعزاء المستمعين من أهم جوانب البحث العلمي بل من أهم الأهداف التي يرنو إليها البحث العلمي هو تحقيق التراث وعودة الأمة المعاصرة إلى سالف عهدها إنه التحقيق فالتحقيق ضرورة وامتلاك ناصيته وبلوغ الغاية في استخدام قواعده غاية ترنو إليها نفس الباحث الدؤوبة المتوثبة دوما إلى التحصيل المتشوقة إلى النهوض والتحضر بل إن التحقيق يمثل غاية تمسك بتلابيبها الأمم المتطلعة دوما إلى قمم الكمال والمضج الحضاري فالتحقيق نتيجة طبيعية تثمرها أدوات البحث وضوابطه إن أدوات البحث وضوابطه تتطلب دوما الوقوف كذلك على خطوات التحقيق وهو ما عقدنا له هذا الدرس خطوات التحقيق وما يطلب فيه نستطيع عزيز الطالب عزيز المحقق عزيز الباحث أن نبينه لك في هذه العناصر العنصر الأول الوقوف على مرحلة الإعداد إنها المرحلة النظرية أيضا الوقوف على مرحلة عملية من أهم مراحل التحقيق وهي مرحلة الدراسة وأخيرا ناقف بك على المرحلة النهائية مرحلة الكتابة المقدمة والخاتمة وطباعة المخطوط ومناقشته وإخراجه إخراجا فنيا يتمشى مع الجهد المبذول فلنبدأ عزيز الباحث ببيان كل مرحلة من هذه المراحل ولك أن تدرك أن كل مرحلة منها لها خطوات نستطيع أن نقف عليها في هذه الشريحة أول هذه المراحل من الخطوة الأولى اختيار موضوع التحقيق فإن شئنا أن نعد بحثا أو نجهز مخطوطا فلابد أن نقول للقارئ أو نقول للباحث والمحقق بجهة خاصة لا بد أن تحدد العلم الذي ستسير فيه وتخوض فيه إنه كعلم التفسير أو الحديث أو الفقه وأصوله إلى غير ذلك من علوم الإسلام كما أنك عزيزي المحقق لابد أن تختار موضوع المخطوط ومنطلقا فيه من معرفتك الذاتية ودراستك السابقة الجيدة للعلم الذي تريد تحقيق مخطوط فيه وتميل إليه نفسك إن ميولى الطلاب نحو موضوعات ما تختلف ومن هنا فعلى الباحث أن يختار موضوع بحثه إن اختيار الموضوع هو مدخل أساس للخروج السليم الآمن من خطة ومنهج وخطوات ستتعرف عليها ويليها خطوات منطقية متسلسلة لتضييق المتاعب والآلام التي يتطلبها التحقيق إننا نفرض أنه مثلا اختار تحقيق مخطوط في الفروع الفقهي فلابد أن يكون ملما ومحددا بالفرع ككل وبجانب واحد من جوانبه مثلا في المذاهب الفقهي لابد أن يحدد الباحث المذهب الذي سيسير فيه ويخوض فيه لذلك يتطلب مرحلة تطلب مرحلة الإعداد التخصص الدقيق والمعرفة الأساسية لموضوع البحث إذن أول مرحلة مرحلة تحديد الموضوع وبعد ذلك تأتي مرحلة أخرى ستحملها الشرائح التالية ترجمة نانسي قنقر